العالم تعاني من العوزة العالم كله كثف جهوده نحو القضاء عليه من حياتهم ومجتمعاتهم لمستقبل أفضل من أجل ذلك في 22 يناير 1992 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 17 أكتوبر من كل عام يوما دوليا القضاء على الفقر تكريما لضحايا الفقر والعنف والجوع وبيانوا أن الفقر يعاد انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا أهمية التضافر لضمن احترام تلك الحقوق الكرامة للجميع الشعار الشامل لليوم الدولي للقضاء على الفقر للعام 2022-2023 إن كرامة الإنسان ليست حقا أصيلا وحسب بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى واليوم يعاني العديد من الذين يعاشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغيى باحترامها على الرغم من أن إشكال الفقر مستمر في العراق منذ سنوات بعيدة فإنه شهد تزايدا ملحوظا هذه الفترة خصوصا بعد رفع سعر الدولار أمام الدينار مما زاد بحسب خبراء في الاقتصاد من معاناة الطبقات الفقيرة في البلاد وكذلك زادت نسب الفقر والبطالة أكثر بشكل ملحوظ تحديدا عندما تفشى فيروس كورونا وتدهورت أسعار النفط عالميا نحو ربع سكان العراق عاشوا تحت خط الفقر وفق دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية وبالتعاون مع البنك الدولي أي أن قرابة عشرة ملايين إنسان في البلاد يعيشون بأقل من دولارين في اليوم بحسب وصف البنك الدولي لخط الفقر نتمنى بمناسبة هذا اليوم أن يزول الفقر من العالم ويعوم الرخاء في كافة أنحاء المعمورة لبرنامج الصباح الخير يا عراق هذه جمال العراقية